السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفة منزلية لطبيض الركب في أسبوع بداية لدينا المكونات نصف كوب من عصير الليمون ونحتاج إلى معلقة كبيرة من ماء الورد وثلاثة معالقة كبيرة من الخل الأبيض وكوب واحد من الماء الآن نتجه إلى طريقة التحضير والاستعمال نقوم بخلط جميع المكونات التي ذكرتها مع بعضها البعض بشكل جيد حتى تتجانس مع بعضها البعض ثم توضع كمية من الخليط على قطعة قماش وتوضع على الركب التي نريد تفتيحها وتبيضها وتترك لمدة ثلاث ساعات إلى أربع ساعات ومن الممكن أن نقوم بتبليل قطعة الكماشي كلما جفت أو أصبحت جفة ونعيد الكرة وبعد ذلك نقوم بإزالة القطعة من الركب ويتم غسلهم جيدا مع صابون ونقوم بتنشيفهم ونحصل عليهم أي مرطب للقدمين أو للركب نستطيع الحصول عليه من أي صيدلية ومن ثم نقوم بتكرير هذه العملية أو هذه الخلطة يوميا لمدة أسبوع كامل وبإذن الله سوف نلاحظ تحسن غير مسبوق وسوف نلاحظ نتائج مبهرة بإذن الله سبحانه وتعالى أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إلى اللقاء